رأس صاحب السموة الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المواقرة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصة الإقضابية صباح اليوم في مستهل الجلسة أعرب مجلس الوزراء عن الأمل في أن تسهم القمة العربية السابعة والعشرين التي تنطلق أعمالها اليوم في نواكشوت في زيادة التعاون العربي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها دول المنطقة والتهديدات التي تحيط بها وفي مقدمتها الإرهاب الذي تعاني منه المنطقة والتدخلات في شؤون الدول العربية إلى ذلك فقد عبر مجلس الوزراء عن استنكاره للعمل الإجرامي الذي استهدف مركزا تجاريا في مدينة ميونيخ مؤخرا وما تسبب فيه من سقوط ضحايا وجرحة وقدم المجلس تعازيه لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة حكومة وشعبا ودن المجلس كل عمل يستهدف المسة بأمن وسلامة المواطنين الأبرياء بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مراعاة مصالح مكاتب ووكلات السفريات في مملكة البحرين فيما يتعلق بشراء تذاكر السفر للوزرات والمؤسسات الحكومية وكلف سموه وزارة المالية بمتابعة هذا الموضوع مع المعنيين بالأمر من جهة أخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزرات والجهات الحكومية بالرد الشامل والواضح على الشكاوى المثار عبر الصحافة حول الأمور التي تقع تحت دائرة اختصاصها ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتجديد الرقابة والإجراءات التي تحول دون مقوع الأخطاء الطبية وتحديد الخطأ إن وقع والمتسبب فيه ومحاسبته وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية ومعالجتها في أي مؤسسة طبية عامة أو حتى خاصة بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي أولا أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لسير العمل في تنفيذ المشاريع التي ضمنها برنامج عامل الحكومة للسنوات 2015-2018 حيث تابع المجلس الوضع التنفيذي ل365 مشروعا وطنيا تنفذ المهام الرئيسية لبرنامج عامل الحكومة وذلك في ضوء المذكر المرفوع لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء والتي أوضحت أن عدد المشاريع المنجزة بالكامل 135 مشروعا وطنيا فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذي 217 مشروعا وقد تبين من خلال المذكر المعروضة ارتفاع نسب الإنجاز في كافة المشروعات وسيرها بحسب الخطط والبرامج والجداول الزمنية الموضوع لها في ظل المتابعة الحثيثة التي تشكل عملا تكامليا بين كافة الجهات الحكومية وقرر المجلس حالة المذكرة إلى اللجنة الوزرية للإعمار والبنية التحتية لمتابعة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج عامل الحكومة ثانيا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيدا لأحالته إلى السلطة التشريعية ثالثا بحث مجلس الوزراء طلب الترخيص لإصدار مجلة فصلية تعنى برياضة السيارات وكلف المجلس وزارة الأعلان بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلب المذكور رابعا أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة والمقدم من مجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة وفق الإجراءات الدستورية والقانونية خامسا بحث مجلس الوزراء ستة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب الأول بشأن وضع خطة استراتيجية للنهوض بالوعي الوطني والثاني يتعلق بالتحويلات المالية لخارج مملكة البحرين والثالث بشأن يعادة تقييم بعض المؤهلات العلمية والعملية والرابع يختص بالطلبة الجامعيين والخامس يتعلق ببعض المقاررات الاختيارية في المدارس الحكومية والخاصة والثالث بإنشاء صالة مناسبات بمحافظة المحرق حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية